السلام عليكم طلاب أحبابي اليوم عندنا المحاضرة الثانية لمادة التصميم لكلية الهندسة قسم هندسة الطاقة المرحلة الثالثة فنبدأ ان شاء الله موضوعنا اليوم اللي هو بشابتر 15 بمنهج مالتنا أو الكتاب اللي احنا ندرس عليه موضوعنا اليوم كرو وفاستنر اللي هي المسامير اللي نسميها بالعامية سميها البراغي والواشرات والنت اللي هي السمونات احنا نسميها بالعامية فالبراغي نجي ندرسها او نعرف شون احنا نحل تطبيقات مالتها لازم عدنا فد افكار عامة عليها او يعني عدنا فد المان بالموضوع راح اشرح ان شاء الله بصورة سريعة فنبدأ ان شاء الله هذه البداية هي جداول لخواص معينة ما راح نستخدمها بقدر ما نستخدم خواص المسامير اول فقراءتنا الستاندرد ثيرد اللي هي البراغي احنا نسميها المتعارف عليها خلي اقربوا لكم الصورة هذا شكل شكل البرغي يعني ماخذيف المقطع من عدة هذا الشكل شنو الاسنان وهذا المقطع الداخلي وهذا بالاسفة هذا شوفوا الناصي فنجي هاي شو راح نقراها غاح تفيدنا ايضا بالجداول وحل الامثلة طبعا غسومات ما مطلوبة مجرد انو احنا نعرف القراءات من عدها اذا عجتنا طبعا بالاسئلة هسا يعدنا المينار دايميتر والميجر دايميتر والبيت والزاوية وغيرها هسا المينار دايميتر شخصت بها؟ داشتوا هذى التأشير مالتونة انو دايميتر شنو الداخلي ويعني قبل القبل الاسنان يعني هذى السن اصبح شنوه بمنطقة عالية هذا الشي اسم الثقاعر هذا نسميه شنوه مينار دايميتر او편 وظامال نسمى دايميتر الصغير بعد عدنا الميجر دايميتر او مرات نسميها دي اوت ghost هذه الميجر دايميتر يعني القطر الكلة عدنا الميجر دايميتر مرات يذكر دي اوت او احنا ما غيرت يسميها دي هذا شنوى القطر الكل اللي هو ما بعد الاسناء بين ذن الثنين اللي هي الميجر دايميتر والميجر دايميتر عدنا البتش دايميتر البتش دايميتر هذا انه ما بين يكون ما بين الميجر دايميتر والميجر دايميتر اما عدنا البتش شنوى اللي هي المسافة ما بين بداية السن الى بداية السن الثاني بدت تشوفون هذا بداية السن الاول مثلا هذا ما اخذ هذا المقطع إلى بداية السن الثاني هاي يسميها شنوى البتر هاي بالنسبة لتفاصيل هذا الرسم اللي غاح نشوفها بالأسلة يطينا تسميات معينة لأنواع هذا النوع يطينا هاي تسميات هذاني أنواع معينة هسه راح نجي نتعلم شون نقراهن من خلال الجداول ونحل الأمثل هسه أول فقرة عندنا إنه إحنا شنو يعني الفكرة من دراستنا هايذ السكرو أو سكرو باور أو باور سكرو نسميها الفكرة إنه أنا أسلط عليها نشوف الإجهادات اللي دا يتحملها هذا البرغي أو الشي اللي ياندا استخدمه نشوف شنوى الإجهادات اللي غاح تصير عدي هنا لازم أستخرجها بالإضافة إنه جدي يتحمل هذا البرغي فعدنا مجموعة قوانين قانون الأول اللي تطينا أول شي نحن نقول تنسايل ستريس أريا أول اللي نسميها ستريس يعني خلنا نقول بصورة عامة ستريس اللي هي السيجما هي قوة على المساحة نجي للمساحة شون نستخرجها؟ نستخرجها في هذا القانون أوكي هذا القانون أو عدنا قوانين معينة للمساحة أو عن طريق الجداول اللي هسه راح نشوفها بالأمثل أيضا عدنا مجموعة قوانين أو علاقات تربط لحسب نوع البراغ المطلناها مثلا عدنا الـ UNS وعدنا الـ ISO فالـ UNS هذي قوانين تربط ما بين شنوة الـ DB والـ D والـ N أوكي؟ وعدنا أيضا هنا الـ ISO أيضا الـ DB والـ D والـ P وغيرها هنا هذي يعرف لك الـ D هو الـ OUTSIDE اللي مثل ما ذكرتك قبل شوي أنه قلت لكم الـ D هي OUTSIDE دايوميتر يعني الـ دايوميتر الخارج سامعين أنتم مرات يقول لك برضي 16-17-15 إلى آخره فهو هذا يقصد بيه زين بعد عدنا الـ N number of threads بير إنش الـ Thread يقصد بيها الأسنان فـ number of threads بير إنش يعني عدد الأسنان بالإنش الواحد بعد عدنا الـ P اللي هو الـ P وعرفنا شنو معنى الـ P اللي هي المسافة ما بين بداية سن إلى بداية سن ثاني أما الـ Axial Tensile Load اللي هي القوة فالـ Stress هو شنو F على T A عفوا على A لـ T المساحة هسا عدنا أول جدول إحنا اللي راح نشتغل عليها وراح نتعلم شن ناخذ القلاءات من عدة اللي هو يخص شنو الـ UNS اللي هو أيضاً عدد بنوعين UNC والـ UNF ويقاس كل شنو بالإنش حسا نتعلمه بحل الأمثلة عدد الجدول الثاني هو 15.2 أو 15.2 عدد شنو الآيزو الآيزو أيضاً هو وحدات عالمية فيقاس بالمليمتر أيضاً صح نتعلم شن نأخذ المعلومات من عدة بعد شنو عدد عدنا نواع البراغي أو اللي هي ذا يقول لك عدنا ثلاث أنواع من البراغي اللي احنا راح نستخدمها أكثر شي هذا النوع اللي بالوسط فعدنا أول نوع اللي هو السيكرو ثرود وعدنا ACM E ثرود وعدنا البوترس ثرود عدنا أكثر نوع راح نستخدمها اللي هو ACM شنو الفرق ببيناتهم؟ الفرق اللي بدوش يشوفون هذا اللي احنا مثل الموجة هذا هذا الأسنان هذا السن متقارب الكية فهذا السن جيشوف هذا السن يكون مربع بينما هذا هذا النوع يشبه هذا يشبهه بس الفرق أنه شنو هذا السن مائل بزاوية يشقد مقدارها 14.5 هذا اللي احنا راح نشتغل عليه هذا ما راح نتطرق له مجرد على متعرفون الشكل ما تشون صائغي مائل بزاوية 45 وكذلك قعدنا بي في قياسات معينة زين هسه هذا مطينا هنا الشكل يمثلنا أنه إذا صلبنا قوة أوصلكم الفكرة الدير نفيس من أجي أضبا هذا أو سبانا أو حسب نوع البرغي من أجي أضب راح شي صير عدي صير عدي دوران تورك أكيد راح يصير عندي دوران فعدي هنا ندي يقول لك هذا يمثل لك شكل هذا القوة وهنا قوة وهذا السيكرو هنا النت اللي نسميها الصامونة وعدنا ما غيرت نخلي إلى واشر اللي نسميها البييرنج واشر والواشرات أنواع أيضا على موضوع نقل من الاحتكاك ونقرأ يعني العلاقات اللي دي تصير عدنا أو العمليات أيضا عدنا اللي هو اللي قلنا النوع البراغي اللي إذا نشتغل عليه أكثر شي اللي هو هذا الجدول اللي خاص به 15 ثلاثة هسا راح نشوف شون ناخذ القراءات من عدة وهنا نمطينا في المثال يقول لك هنا موتور اللي هو رسيفر أو رسيف معطور هذا يمطينا في الشكل مؤين إله بحالة أنه من يدور المعطور يعني يدور هذا النات اللي هي الصمونة هي ما تتقدم أو يعني تتأخر حسب اللي إحنا راجي عدنا بعض علاقات العلاقة عدنا اللي هو وغيرها فعدنا هذا قوانين مهمة اللي هي الزاوية هسا نحن نجي نعرف شون معنا الزاوية مين جبناها اللي هي L على باي دي بي هذي عمليات يعني اشتقاق ما رحط الرقل لها هواية في حال عدنا مثلا في حال عدنا واشر أو ما عدنا أيضا شو راح يصير عندي القانون النهائي الفكرة الفكرة لنا عد نوعين من التورك عندي تورك ليفت وتورك شنوى نسمي اللور تورك ليفت هذا قانون هذا التورك ليفت بحالة ما عندي ما عندي واشر هذا قانون وقانون يكون هذا أما اذا عندي واشر اللي هي البرينج أيضا أو نسميها الكورغ عفو هذا قانون بالنسبة للزاوية اللي ذكرتها قبل شوية هي التان اللمدة هذا يقصد اللمدة هذا السن شوان دا ينزل وهذا اللي هي صمونا خنقول أو الهمل فاللمدة التان من جايت من مقابل على مجاور المقابل اللي هو اللي هي نسميها الليد والمجاور اللي هي باي دي بي إذن القوانين عدي الأساسية اللي أنا راح أشتغل عليها نظرنا الثانية total torque المن في حالة شنو left تقدر تكتبها tu تقدر تكتبها t left ماك مشكلة فقانونها يكون بهذا بهذا الصيغة هذا الجزء الثاني اللي هو ما بعد الزائد بحالة شنو بحالة وجود ال color أما التورك اللور اللي هو هذا قانون أيضا نفس القانون الاختلاف بين القانون أنه هنا البسط يكون زائد هنا يكون ناقص وهنا المقام ناقص وهنا يكون زائد هذا الاختلاف اللي بين القوانين وقلنا الطرف الثاني اللي هو ما بعد الزائد هذا الطرف هذا يكون نفسه في حالة شنو الطاني color بالسؤال أما إذا قبت لكم النوع البرغ اللي مطيع ACME فالزاوية اللي احنا راح اشتغل عليها قيمتها 14.5 فهذه القوانين اللي انا اشتغل عليها هسا ابنا الفركشن اللي هي الميو هاي الميو هنا أنا مين نجيبها عدي ميو اف او نسميها ميو اف ميو تي ما مشكلة اهنا نسميها ميو سي هاي ما الميو للكلام الميو اف مين اجيبها هاذا الميو اف اللي هو الفركشن اه كوفو سنت الاحتكاق قيمتها شكيت او بوين تخ مستعش زاد او ناقص او بوين او خمسة ومرات يبطينا اياها بالسؤال هاذا بحالة شنو ما عدي رولنج اما بحالة اذا اطاني اه رولنج او نسميها بيرنج بيرنج فالقيمة مالتها تتراوح ما بين او بوين او واحد وا او او اثنية هسا عدنا اختبار المهم اللي احنا دائما المطالي بتكون عليها اغلب المطالي بتكون عليها بالامثلة اللي هو يعني شنو يقصد بيها انو انا من اجي اضب هاذ البرغي ضبيته واشيل مثل اسبان او القوة اللي انا ضبيت بها اوخر ايدي عنا اشوف يرجع يفليت لو يبقى محافظ على الضب مالتين يبقى يبقى مجدود فنسميها اما اذا انو فليت مثلا او فهذا معناته شنو فشل يعني ما رح يحافظ على الشي اللي انا ويحنا هذا نشوف ابسط مثال عفوا ابسط مثال انو هو بعجلات السيارة ديشوف من نفتح العجل المغاد ما تنضب زين او ان الشخص ما يضغي ما ضب زين بحيث من يرح يفلت عنده شنو البرغي وتسبب له لا سمح الله حادث او يفلت يعني تفلة نسميها الويل فالقانون اللي رح نشتغل عليه بحالة الاختبار اللي هيا هذا هو القانون اذا نحتمد على بحالة هذا قانون اكبر او يساوي شنو على في كوسين الالفة وعرفنا الالفة اشقد قيمتها اما نجي هذا القانون هو عرفنا انه هو تاني الامدة ياما تستخرج تاني وتجي بينان وياما تخليها على هاي الصيرة كذلك بالنسبة الى هذ الفكرة بحالة اذا كانت شنو الكوسين واحد بحالة كوسين اذا كانت واحد فالقانون واحد يصير بهذا يصير اه عدنا الكفاءة ايضا موجود عدنا قانونها اللي هو هذا فالقانون النهائي هو هذا قانون الكفاءة بعد شنو عدنا بموضوعنا هذا مثال مثال بسيط قدرون تقرونه سهل حسب يعني على الحتي يعني حتيته كلش بسيط انا راح اشغح الامثلة اللي موجودة عندنا بنهاية الفصل هذا مجرد يطالب من عندك بحالة شنوى بغايد التورك وبعدين يقول شوف ليها او لا فانت تشغيل اختبار ومنطينا حالة بحالة بحالة عفونا اللي هو بحالة شنوى اجي اختار مجرد اخمس تعش اذا ما اضعك ايها بالسؤال انت تاخذها بهاي القيم حالة شنوى اهو هنان هاي المهم بس يعني اشخح لكم هذي اعلم اعبغ على الموضوع الوراء او عفونا اكمل اللي شرح فالسلايد ايش قد الميو ما غيرت نسميها ما غيرت نسميها الميو اف ايش قد او بوينت او خمس اذا عدي رولين ايش قد غيرت او او بوينت او ثنيا تمام وهذا القوانين اللي انا قلت لكم اذا عدنا رولين هي الميوسي استخدم هذا اذا ما عندي لا بس هذا الطرف موجود فهنا عندي بهذه السؤال الموجودة فتستخدمون هذه الفكرة اه بعد شنو عدنا اه عدنا اه عدنا الشيرس الشيرس شنو معنات انو عن البرغي يصير بعمليات قص ليش اكو عدنا اكثر من اه يعني اكثر من اه مشكلة تسبب لي شنو اه عمليات القص للبرغي ليش ينقص البرغي اكو عدة اسباب السبب مثلا فرضا انو عندي السبب انو نوع المعدن يكون ضعيف فالبرغي ما يتحمل القوة فيفشل عندي فداما نحن نقول براغي اصلية فيفشل عندي هذا البرغي او يصير بي عمليات قص او ينقط الشغلة الثانية اذا عندي حتى لو كانت البراغي اصلية مغادت تنقط مليش فرضا احطيكم في المثال اليوم احنا عدنا اخر لبشي اه فرضا عدنا السيارة او اي مكينة خاصة اللي هي بيها شغلات قوية معرضة للظروف الجوية مثلا من اجي بالسيارة او باي مكينة ثانية اجي افتح برغي القاء يعني علية شنو اه التكلسات وغيرها وعالية مثلا اه تأكسدها ولايحة مي ومزنجر نسميه نجي قبل نخلي الاسبانة ونسلط عليها قوة يعني نفر نفر بقوة هذا شي غلط فمن تجي تفتح هذا يعني مزنجر فمن تجي تفتح اه رأسة اش راح يصير به راح ينقطم البرغي ودائما ينقطم من الراس مالته فانتشوف غح يسبب لنا مشكلة وغح تصير عندنا الشغلة اه معقدة لاستخراج بعد فالنصيحة يعني خاف يعني احد يشتغل بها عن طريق تجربة طبعا انه انا ما غيرت اشتغل بمكان خاصة او اشتغل بالسيارة مالتي وواجهتني هاي المشكلة انه برغي عدي دائشوف مزنجر شون افتح اول شي انظف هزين طبعا اصحاب المصلحة واللي حتى اللي مغى عليه مش رط يعني ابو مصلحة يعني هي ما يحتاج لها فتشي يعني مو فتشي صعب يعني او 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 انما هي فتشي بديه انو انا من القى برغي بزنجر ووساخة وغير ايها شا سوي انظف هزين بعدين اجيب يا اما ما دهن ادير عليه او احنا ما غيرت نقول نفط او مثلا يعني عالمود شنو على مود الوساخة توقع او الزنجر رح يوقع بعد مرات عدنا هزة نزلت هواي عدنا شغلات مثلا هذا السبري مال التنظيف وغيرها اجي نظلف وبعدين افتح براحتي اما افتح بسبانة او دغنفيس قوية حسب نوع البراغ اللي موجود عدنا فعلمود ما اطيل عليكم هزة بصورة عام على المود تفهمون الفكرة وتفهمونها دائما نحن نفهم عن طريق شنو عن طريق الشغلات العامة اللي ده صير عدنا نرجع للشرح مالتنا فعدنا قلنا الشير سترس اللي هو قانون التاو يقصد بيتاو للأس هي هذا القانون العام اللي احنا متعرف عليها تبقى الأي من اجيبها الأي عدنا اثنية اما الأي ان هو مسميها اي اس او الأي اوت او مسميها ايضا الأي اس بس شنو الفرق هذا القانون الأي اس بحالة شنو بحالة استخدام ال دي ار بحالة اخذنا المينر عفو دايميتر فيقانون ه باي دي ار اه دبلي اي في البي وهنا هنا يفصل كياه يقول لك شنو معنات سن مثل البي اللي احنا عرفنا ها الخطوة اللي هذي قلنا عليها ما بين سن و سن اما البي اللي هي ال و اللي احنا رح نستخرج هاي البي و من هاد الجدوى الخمس طعش خمسة حسب نوع البرغ اللي بالطنية اذا ادي لا اريد اشتغل انا على كل البرغ ف العلاقة رح اصير عدي الاس رح اصير ايضا ايضا نستخرج من هاد الجدوى ويكون عدنا القانون الغيس اللي احنا متعرف عليه بهذا الصغيرة هس يصير عدي التورشنال التورشنال اكيد رح يصير التورشنال ليش انا عدي تورك قلت لكم بالبداية ان البرغ نصر علي قوة او نفر باتجاه او اشت عاي حصير عدي تورك فقانون التورك هو هذا او عفوا قانون التورشنال ستريس هو هذا التاو يساوي اه تي في الار على جي او احنا نقول ستعش في تي على باي دي ار تكعيب طبعا صار عدي هذا القانون هذا كل ما يخص الموضوع المواضع الداخل عدنا عدنا اه 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 انا مطيك اشكال يعني اللي غير يعرف او يتعلم اه مطينا اشكال للبراغي وانواعها وتسمياتها طبعا احنا ما غير تروح نشتغي فتبرغي ما نعرف الاسم مالته استخدامه نعرف احنا ون نشتغل مثلا خنقول فرضا الغسالة او يعني شاء الله تبنبيت غسالة تلفزيون غير هالبراغي مالته تصير مختلفة عن البراغي اللي نشتغل عليها بقية الموال فمن تجي تشتغي لك مثلا مجموعة براغي ما تعرف تسميتهم تقول اريد برغ هيت شي مال فلان شغلة اكو يعرفوهن واكو قللك وهذه ايضا الاشكال مالتهم يعني اللي حبي يتعلمها بالاضافة مو بس البراغي عندنا النت اللي هي السمولات ايضا هاي اشكالها كل وحدة واستخداماتها وذنين طبعا شغلات مهمة تفيدنا بحياتنا ويعني هاي السورة صاطقبالي هذي مات الصعوبات القديمة ذات تذكر هندني فذنين يفيدنا بحياتنا عندي صمونا تصير ملسة اجيب لها واشق فهاي انواع من الواشق غادة تشوفون اشكالها الواشق مهم كلش يعني للاصحاب الاعمال يعني اه وإحنا ان شاء الله كنا مهندسين ونعرف انه يعني الفكرة من الواشق كلش مهمة انه ما يصير عدي يعني البرغ بعدين مرور الوقت ينفتح نشوف مغاتي نلقاه راخي ليش راخي ما خلي لواشق او الصمونة اللي مستخدمها صمونة ملسة هاي هاي مو صمونة ملسة هاي شنو بيها هذا الطرف مالة اللي راح يصير ينشد شرح يصير بيهذا خشن يصير مثل الاسنان فهذا ما يخلي الصمونة تنفتح اثناء الحركة وغيرها ايضا اذا انا خليت واشق يسمي واشق سبرينج او واشق مسنن او هذو الواشق اللي شكل هذا بحيث من اضب هذا راح ينطع لجوه فراح يضب لي البراغي وضب لي الجزء اللي يعني ده اشتغل عليه هذي اللي حبي يتعلم ها وقلت لكم احنا مهندسين فلازم نعرف هاي الشغل اطب الهنا انا خلص اللي مطلوب من عندنا راح الجداول شوف هين صاغت عفو عبارة ثاني اوكي هذي الامثلة خلق اقرب الصورة عدنا السؤال الاول اللي هي خمس تعش واحد انا حليت هاي الامثلة محلولة عدي هاي الامثلة موجودة اللي عد حلول هذا المصدر هذا المصدر مالتنا يلقى يعني يلقى الحلول لكن بطريقة يجوز بطريقة حلول المصدر وتنعرفون علول المصدر يكون مختصرة فعنا نعرفها حالها بطريقتنا اللي احنا تعرفنا عليها فالسؤال الاول يقول كمبر عفون كمبر ذا تنساء اللود كباسي يقول لك قارن بين التنساء اللود يعني انا استخرج القوة واقارن بين اتهم مطي لمجموعة براغي حسب التسميات مالتهم ويريد يقول لي من هي الاقوى يقول لي مصنوعة من نفس المتيريال او نفس المعدن من هي الاقوى بعدين يقول لك ايضا مطيني بعد انواع من البراغي يقول لي ايضا نفس الحالة استخرج للقوة وبعدين قارن ببياناتها وشوف المنية الاقوى وبعدين مطينا شنو مطينا ايضا نوع ثالث هذا المثال فكرته انه يعلمك شون تستخدم الجداول خلينا نجي نشوف الحل مالت هذا هو السؤال اول شغلة المطلوبة هي القوة وقانون القوة هي المساحة في الاس اي في الاس وسارح نجي نعروف الاس الشو راح نطبقها هاي الانواع نزلناها اول نوع ال UNC وال UNF هو قال لي ملاحظة بالسؤال قال لي نقطع لي قال لي made of the same material من قللك مصنوعة من نفس المaterial معناتها شنو معناتها انه الاس المستخدمة او يعني الاختبار اللي مستخدم عليه جد meet KSI القانون مالته القوة تساوي انه A في الاس زين A ما نجيبها هس راح نروح للجداول ونتعلم شون احنا راح نستخرج المعلومات من عدها فكاتب اه خمستعش واحد اوكي خمستعش واحد خلينا نغجع للجداول شوف جدول خمسة على ستتعش الى ثمنتعش UNC والثاني شمطنية UNF نجي للجدول UNC هذا شنو UNC وهذا UNF اذا هاي النوعين المطنية قال لك خمستعش اه خمسة على ستعش اجي هنا اقرأ size معناته شنو هذا الحجم هذا يقصد بيها الحجم هذا الرقم اللي طيكي بالبداية معناته الحجم فالsize شقد قال لك خمسة على ستعش هاي خمسة على ستعش انا شنو اريد استخرج من عدها ادي انا الميجر دائمية ما احتاج اه انا قايل خمسة على ستعش الى ثمنتعش هل نقجل السؤال خمسة على ستعش الى ثمنتعش نجي للجدول خمسة الى ستعش الى شقيت ثمنتعش اذا هذا هو اللي غيدة اوكي شقد المساحة مالتة هاد دي اار وهاد دي ميجر والمينر شقد دي مالتة عفونا المساحة هذي اي هذي او بوينت او خمسة اثنيا اربعة خلنشوف نفسها مستخدميها طبعا انتبه على الوحدات اللي هي بالانش او الانش تربيع انش تربيع طبعا للمساحة والدائميتر لالانش فاجي هاي المساحة اللي هي اشقد او بوينت او خمسة اثنيا اربعة انش تربيع في الميت كيس زين انا من استخرج قوة شنو الوحدة مال القوة وحدتها بحالة اذا شنو الوحدات عدي وحداتي بالانش والكي اس اي زين على المدى احول هانا مستخدم الطريقة الهندسية قدتوا بعد براحتكم اي شي تستخدمون المهم التحويل يكون صحيح فكل عشرة او ستلاثة بي اس اي يعاد اللي جد واحد كي اس اي فالكي اس اي والكي اس اي تروح في حالة صار عدي البي اس اي في الانش تربيع هو شنو تمثلي باوند فوت اذا عميليه تضربه هنانا فهنانا الباوند فوت كاتب عن طريق ملاحظة هنانا النوع الثاني خمسة على ستعش ايضا خمسة على ستعش اشجد الى اربع وعشرين يو ان اف نجيل الجدول خمسة على ستعش هذا بس جدي يقول يو ان اف خمسة على ستعش الى اربع وعشرين هذي الى اربع وعشرين قلنا اللي هي شنوى عدد الاسنان بكل انش عدد الاسنان بالانش بعد اشجد اشجال اللي هو يو ان اف هذا الـ UNF إذن هاي الـ 24 اشقد المساحة 0.0581 خلنا نشوفها نفس المستخدميها 0.0581 أيضا نفس العملية التحويل استخرجناها طلعنا القوة إذن ها هي اللي يتحمل قوة أكثر هذا الثاني يتحمل قوة أكثر لأنها قوة 5810 وهنانا 52140 هسا عدنا النوع الثاني اللي هو مضطنية شنوه بالـ ISO نجي للـ ISO الآيزو يا جدول احنا نشتغل عالية فقال لك from table 15-2 اذا نروح لـ table 15-2 اللي هو يخص الآيزو هذا 15-2 اللي هو تجي تقرأ هنا الآيزو اللي هو الـ standard ونحن نعوه في الآيزو اللي هو شغلات عالمية وحدات قياس الآيزو شنوه بالمليمتر كلهن هناك تشان شنوه بالـ L-inch خلي نجي شنوه نقرأ الآيزو قاية الـ M-ثمانية في واحد بوينت خمسة وعشرين آيزو M-ثمانية شنوه بالمليمتر هذا الميجر دايمتر M-ثمانية الميجر دايمتر هناك تشان يقصد بيه size كاتب هناك size هنا مكتوب major دايمتر اللي هو الـ D فشغلت من الطينية M-ثمانية يعني هذا هذا اللي ثمانية أوكي هاي اللي ثمانية إلا شغلت من الطينية ثمانية إلا في ثمانية في واحد بوينت خمسة وعشرين نجي نشوف اللي ثمانية شتقابلها واحد بوينت خمسة وعشرين أوكي ما يقصد بيه الواحد بوينت خمسة وعشرين يقصد بيه الـ اللي هي قلنا المسافة ما بين سن يعني بداية سن إلى بداية سن ثان فواحد بوينت خمسة وعشرين شنو أحتاجها نحن قلنا شغلنا هنا نحتاج المساحة إذن هذن هذي هي المساحة مالتمن المساحة اللي أنا أريدها ستة وثلاثين بوينت واحد وستين مليمتر تربيع خلنشوف هاي نفسه مستخدميها ستة وثلاثين بوينت هذي ستة وثلاثين بوينت واحد وستين نفس الاس اللي اختبار هنا أنتبه واحدة التحويل أنا أريدها بيمان بالكيلو نيوتن ليش إذا بحالة المليمتر لازم أنا أحولها النيوتن أو كيلو نيوتن بحالة الإنش أنا أروح على الباونت فوت أنا محولها بطريقة الهندسية تقدرون مباشرة أن تحولوها بس لازم حافظي من العلاقات أنا حولتها بهاي الطريقة أنا حولت من مليمتر إلى إنش وبعدين من الإنش حولتها بعدين من باونت فوت حولتها إلى كيلو نيوتن بجوز مطولة لكن أنا حافظة هاي الطريقة أستخدمها هوايفا حافظها أكثر يعني أكو أكو طريقة مباشرة نتحول من المليمتر غير من للكيلو نيوتن زي فالعملية تكون سهلة فالعملية تكون سهلة أن كل حولها تطلع باونت فوت فهاي كل عشرة ثلاثة بي أس آي يساوينا عشرة يساوينا واحد كي ساي فهذه كي ساي هاي تروح فش بقى عندي بقى عندي إنش تربية في بي أس آي تربية طبعا الأرقام موجغد لوت قسمه لوت ضربه فطلع تندي شنوع باونت فوت اذا بالكيلو نوتن أولي نوتن فكل أربعة باونت أربعة أربعة ثمانية في عشرة ثلاثة والسالة بثلاثة العرفة كيلو نوتن عادل لواحد باونت فوت اذا باونت فوت هي باونت فوت فيطلع أدي قيمة خمسة عشرين إلى باونت 24 كيلو نوتن نفس الحالة الثانية هو مطنياج ثمانية أم ثمانية في واحد آي زو دعونا نرى هذا أم ثمانية في واحد الواحد شخص بي هذا يقصد بي اشقد اللي هي قلنا عدد عفوا الخطوة اللي هي البي هذي الواحد اشقد المساحة هنا تسعة وتلاثين باونت سبعة عشر ناخذين تسعة وتلاثين هذي باونت سبعة عشر نفس عملية التحويل ما ننساها حسا شون عدنا عدنا النوع الثالث اللي مطنيها من تايبل جيد خمسة عشر ثلاثة أجي لي وش مطينا خمسة على ستعاش إلى جيد أربعة عشر من أجي شون أقرا هذا أروح على تايبل خمسة عشر ثلاثة أجي أقسم الخمسة على ستعاش هنا ما عدي هنا ما عدنا بالش يقصد به يقصد به الميجر دائم الميجر ما عنديه تجار قام خمسة على مطيني نسبة معناه تم قسمها من أجي نقسمها خمسة نستخدم الحاسبة تقسيم ستعاش جدي ساوي لي او بوينت ثلاثة واحد خمسة عشر من أجي أقرا هنا ما موجود عدي هذا الرقم لكن أقرب رقم إلى جيد عدي أقربها للاعلى باش غح يصير اللي هو خمسة او بوينت ثلاثة واحد اثنين خمسة أقرب واحد إلى جيد هذا او بوينت ثلاثة واحد جيد ثلاثة من أجي إلى أربعة عشر خلنا نشوف السؤال إلى جيد أربعة عشر إذن هو هذا الرقم اللي يريده أوكي هذا إلى أربعة عشر جيد المساحة أجي وين المساحة اللي أنا أحتاجها أو بوينت أو خمسة ثلاثة إذن شن الفكرة قسمت أنا أريد الرقم اللي يطنيها قسمه يطلع عندي شنوه بهالصورة هذه طلع عندي رقم أو بوينت ثلاثة واحد ثمين خمسة فقربته إلى الأعلى ما صار عندي؟ صار عندي نفس هذا الرقم فهو قال لي للأربعة عشر وما عندي غير الأربعة عشر بس هذا أجقد المساحة ماتة أنا أخذتها مننا هاي المساحة مالتي أخذت المساحة أجي أطبقها بالقانون مجغد أنا طبقتها بالقانون حولت نفس التحويلات اللي أنا بالبداية هادي فكرة السؤال الأول لمجغد نتعلم كيف نطبق أو نستخدم الجداول هسا نجي للسؤال الثاني خلي نروح للسؤال الثاني هادي السؤال الثاني خلي نشوف شنو الفكرة مالتي يقول مطينا ثلاث على أربعة شنو إلى ستة اي سي ام اي ثيرد سكرو اس يوزد تو ليفت اه اثنين كيلو نيوتن لود يقول عندنا هذا النوع من البراغي يقول استخدمنا ل اه يعني بقوة شقت اثنين كيلو نيوتن هاي القوة المستخدمينها اه ده مين كولاغ مطينا شنو المين كولاغ اثن مطينا كولاغ غشقة السنتيمتر او القياس مالية هدى ميتر مطينا اربعة بعد اثن تورك ليفت ان تورك لور اللي احنا اتكلمنا عنها قبل يعني بداية الشرع اثن يريد التورك ليفت والتورك لور بول بيرنج يعني استخدمنا شنو النوع البييرنج اللي موجود هنا بول بيرنج وعرفنا اذا استخدمنا البول بيرنج اللي هنسمها بور بيرنج اذا استخدمنا بول بيرنج يعني اه بور بيرنج قدونا عادة تقول العديل هي الداخلة سيضان الصوتشة مغيرة ازن بعدين نريد ويقل لك شوف لي انه اه او لا يعني اختبره اذا خلي نشوف الحل مالتا فساعدنا هذا السؤال خمسة عشر اثنيا نزلنا القوة ونزلنا الدي الكلر المطن اياها نجد اربعة سنتيمتر ويغيد ما عندنا التورك ليفت والتورك لور والميون والاختبار مالتنا طبعا عن طريق الميون طبعا مطينا اسم البورغ اللي هنانا ثلاثة على اربعة نجد الى ستة ما هو النوع مالتا اي سي ام اي هسا بياجة داول هذا from table خمسة عشر ثلاثة خلي نشوف الجدول خمسة عشر ثلاثة هذا خمسة عشر ثلاثة الجدول نجي قلنا شون نحسب الرقم اللي مطيني هنا ثلاثة على اربعة يعني اقسم ثلاثة تقسيم اربعة شقدت طلع لي او بوينت خمسة وسبعين خلي نجي نشوف او بوينت خمسة وسبعين وين صارت؟ هنا نجي نقرأ عفوا هذي الاو بوينت خمسة وسبعين او بوينت سبعة خمسة صفر الى ستة هو مطينية الى ستة اذا هذي الى ستة شون احتاج هنا اذا تذكرون بالقوانين احتاج البي واحتاج الدي واحتاج الدي واحتاج الدي واحتاج الميو فعمل ذني رح يفيدني هنا خلينا نجي للقانون عمود فهمكم شون احنا رح نطبقهم ازان القانون الدي هو شنو اف في الدي بي على اثنين في نفتح قوس هذا القانون اللي موجود عندنا الدي الدي للسي اذا انا احتاج الدي بي ايضا واحتاج الدي للسي الدي للسي موجودة عدي فالدي للبي مين احسبها الدي للبي اه انا مطلعة العرفته فالدي للبي موجودة عدي بالجدول اللي هي نسميها البج ديمتر هذي اه او نسميها هذة التيرد بيت هاي البي بج ديمتر هذي هذا الدي بي هذي قيمتها او بوينت ستة ستة سبعة هذا اللي انا احتاجها اللي هي تشوفون هنا منزلها هاني تي بي او بوينت ستة ستة سبعة دي للسي قد مطنيها بسنتيمتر مجرد تتحولها المن للأنش للمطية بسنتيمتر أنا وحداتي كلها بالأنش زينا شوان أحولها أحولها بهاية طريقة حولتها للملمتر وبعدين للأنش فأنتوا بعد بكيفكم هاي الطرق التحويل حيامكم المهم عرفت الفكرة هسه ايش دايق اللي أنا زينا أحتاج بعدي الميول الميول للتي أو الميول للأف نسميها و الميول للسي الميول للتي قلنا ذا مطرها بالسؤال أو بوينت خمسة عشر و الميول للسي أو بوينت أو اثنين مجرد أن نزل القانون هذا شنوه تورك ليفت أنا أسميت هتقدون تسمونا التورك يو حسب ما موجود عندك بالملزمة أو يعني الفصل نزلت القانون المعطيات الصاغة السهلة بقى تعدي الأل الأل شنو معناتها شي يقصد بيها الأل يقصد بيها الليد الخطوة اللي هي نفسها البي والبي أنا مين أخذت استخرجها عدنا طريقتين نستخرجها إما قانون البي لي هو واحد على الان تي والان لتي هو الرقم اللي يطيه هنا ما بعد الشارحة فغح يصير واحد على ستة يطلع لي يطلع لي هذا أو أني أروح وين للجدول نفس البيتش هذا هذا البيتش ليقصد بيك إن البيتش هذا واحد واحد ستة سبعة فهذا نفس القانون على متخاف يعني تحتاجون التطبيقات فاستخرجنا البيت هسه عدي زين عفونا القوة جيدة عدي قوة 2 كيلو نوتين آنم بي من أحاولها بما نوع نوعي قلنا عدنا بالإنجدن نشتغل ماذا سيصير عدي؟ سيصير عدي أحاولها علما للباوند فود فهي طريقة التحويل مالت من للباوند فود حولتها ماذا بقى عدي؟ بقى عندي التطبيق بس الزاوية هذا الرسم غير مطلوب لكن للتوضيح بس نوع اللي البرغ الدن استخدمه ACME اللي شرحتها بالبداية هذا الشكل مالتك تغيب ترسم تغيب مترسن التبراحته كل مهم أنت تاخذ الزاوية على مد تعرف أنه هاي الزاوية مين خمسة عشر أربعة عشر بوينت خمسة هذه قيمة الزاوية اللي أنا هنزلها هنا نزلت المعطيات كلها حسب القانون قوة موجودة الدي بي موجودة والميو أنا طلعتها يعني فرضتها والباي وهنان عدت ايضا مجغد أنا نزل المعطيات موجودة طلعت لي شنوة نسميها او نسميها شنوة حسنا نجد نفس الفكرة بس القانون يختلف قانون يختلف هنا نناقص هنا المعطيات كلها أنا حسبتها بالبداية مجغد أنا نزلها طلعت طلعت عندي طلع عندي اجيت للإي اللي في الشيانس اللي هي اه نفس المعطيات اللي موجودة انا حسابتها بس طلعت لقيمتها هسا بعد شغيل ما عندي يقل شوف لي هذا نجي بهذا القانون قلنا اكبر وتساوي في كوسين الزاوية اذا لقصان الزاوية انا عرف الزاوية مالتشجر اجي اطلع هذه القيمة هنا انا اعرف هذا او بوينت خمسطعش اعرفه لكن هذا ما اعرف هاي القيمة فاجي استخرجها اقول اذا الال على باي لتي بي كوسين الزاوية شي تساوي لك الال موجودة لدي الباي اوكي ننزلها الدي بي موجودة محسوبة والزاوية موجودة ادي فاشجر طلعت لقيمتها طلعت لهذا القيمة اقول اذا او بونت 15 اكبر من هذي اذا اقول الميول تي ال على باي دي بي كوساني لزاوية اكبر طبعا هو شنو اه سيلف لوكينج اوكي هسا عرفنا شون نجري الاختبار السؤال الثالث هو نفس اه فكرة السؤال الثاني مجغد اه مطينا النوع الثاني من البراغي ما عندنا مشكلة بي بس خلي نشوفه على مد تحلوه على نفس الطريقة مجغد ارقام تتغير هذا اهنان اه خمسطعش ثلاثة مطينا ايضا نوع بلغي هماتي لنفس النوع لكن اه مختلف القيمة مالتا ويقل لك استخرج للليفت ايضا مطينا الواحد طن بس مجغد النوع ادي هنا انا الطن هنا نحاوله دين وزن اضربه في التعجيل الارضي الفكرة مالتا وايضا يقول لك اذا استخدم الكلر مطينا الدياميتر مالتها ويريد التورك ليفت والتورك اه لور وايضا اه بول بيرنج مستخدم اه الواشر ويريد ما عندنا الايفيشينسي ايضا ويريد ما عندنا الاختبار نفس الفكرة بس راح يعني محلول ما راح اشرح عفوا اه اه اشرحة اه اسف اه فما راح اشرح هذا الحل نفس الفكرة ماتي الثاني نفس التطبيقات مجغد التحويلات هتختلف عندي اه القوة مطينيها وزن احولها لل اه احولها قوة يعني وزن مطيني احولها لها قوة ايضا نفس التطبيقات اللي موجودة عدنا ونفس عملية الاختبار بالتالي يطلع لي اه عدنا اه مثال هذا المثال اللي هو هذا الشكل ماته اللي هي احنا جيغ مال سيارة هذا المثال شنوه يقول دزاين اه اه سكرور اه جيغ باور سكرور مطيني حسب الشكل الموجود هذا والشكل الثاني يقول ميت اوف اه اه الف وخمسة وثلاثين هوت رولر كاربون ستيل هذا مهمة اسح اكو جدول ثاني احنا مروح نشوف استخداماته ايش قد عدي الوزن وزن السيارة اللي مطينيها اه الف اه وثلاثمئة كيلوغرام اللي هي طن وثلاثمئة طن اه واحد بوينت ثلاثة طن اوكي زين يقول احسب يعني احسب لي شنوه سترس اوكي غير من عندي سترس هذا المطلب الاول يعني احسب لي الحجم واحسب لي يعني احسب لي البي يعني بدي الدي والبي اوكي بايس اون ذا يعني بدون بدون القوة بايس اون ذا شير سترس اولي يعني اه القاعدة فقط باستخدام شنوه الشير سترس اولي شير سترس اولي اه طبعا يعني الفهم السؤال كلش مهم بعدين مطيني ملاحظة يقول لي نجلكت ذا اكسايل اه سترس اند تورشنال سترس يعني اهمل الاكسايل سترس ليها القوة واهمل التورشنال يعني احنا مو كنا احنا البرغة من يجي لضبه راح يصير بعدنا تورشنال يقول هنانا اهمل التورشنال واهمل الاكسايل استخدم نظرية الفشل اوكي استخدم نظرية الفشل السراحة نجي نعرف شن معنى نظرية الفشل يقول النقطة الاولى او يعني الاقل يعني او نقطة معينة يشقد بياه زاوية بحالة زاوية خمسطعش دقري يعني هاي اه هسا راح نشوفها بالحل خلينا نكمل قرية يعني السعار خمسطعش دقري الهايست يعني البوينت هايست بوينت تجد سبعين دقري يعني بحالة زاوية عديل مرة خمسطعش ومرة سبعين يعني مرة الجق ناصي يعني هاي الزاوية يقصد بيها مرة الهنا تشوفوا ناصي فالزاوية راح يصير كل شي صغير صغير خمسطعش ومرة لا ارفع السيارة زاوية راح يصير سبعين بعدين يقول لك if the color يعني هاز يقول لك sliding fraction و ruling fraction اذا يقول لك بحالة انه هذا الكراغ استخدمته بحالة ruling و المطينا هاد الشكل هاد الشكل وهاد الشكل الثاني بالنسبة للحال هنا عليكم ملاحظة الاستاذ مطيها خلي اه نرجع هنا نشوف حلل السؤال اه ثمانية اوكي نجي للسؤال هاد حلو السؤال الوزن موجود قد مطينا بالسؤال نوع التصنيع هذا مطينا مهم والدي بي يريدها والسترس يريدها نقدر نقول مو الدي بي يريدها يعني الدي بعد الثيتر بحالة الخمسطعش والثيتر عدي بحالة السبعين وبعدين نطيج ملاحظة اللي يهمل الاسترس والتورشنر اول شغلة انا نسويها انا عندي وزن هذا الوزن احاولي الى شنوى قوة فالشوش اسوي 1300 كيلوغرام اضربه في التعجيل الارض الوزن راح يطلع لي شنوى نيوتن زي هذا الشكل الجق اللي موجوده ادي راح اعرف راح استخرج قوة بحالة السبعين درجة بحالة النزاوية سبعين وبحالة النزاوية اخمسطعش واشوف مني يا قوة تسبب لي اكثر اجهاد على المنطقة اللي انا داشتغل عليها او على اذرع اللي انا مالت من الاذرع هاي يسميها الذراع الاذرع مالت الجل فاشغل اخذ اهنان على مود اسهل الحال على مود يعني اكون تشوفون اذا موجود حلة بالمصادر تتذكرون الاستاتيك من شنو يطينا قوة بهذا الشكل اشتنا نسوي اشتنا نقطع من منطقة ونحسب تورشن يعني عفوان اه تنشن عملي قوة شد باتجاه هذا وبهذا الاتجاه هي نفسها هذي نحسب عمليات الشد وبعدين من الشد نحسب القوة هذي شوي صعبة فاني قلت خلي حلها اه بهذا الطريقة تكون اسهل جزئنا الرسم راح ناخذ هذا المثلث فقط او لي عجبه ياخذ هذا المثلث او لي عجبه ياخذ هذا المثلث او هذا حسب لكن هذا المثلث انا انا مش يعني اخذنا هذا المثلث للفكرة هذي المثلث نجي راح نفصله نزلناه هنا هذي الشكلة هذا المثلث هو نفسه هذي نجي الفوق شنو عدي؟ عندي وزن اذا هاي قوة عفوان وزن ومنها ش راح يصير عندي قوة شنو هاي القوة اللي يعني داشتغب منها ألزم الجقب منها وأفر عن المتساعد. ماذا أحسني أعدي؟ هذا القوة P. هذا ماذا أحسني أعدي؟ أحسني عندي تنشن شد ما بين هاي النقطة و هاي النقطة. هاي الذراع عندي هنا. أحسني أعدي شد. الزاوية سبعين. هاي أول زاوية أحسن تخدمها. فمن أخذت هنا. هذا كل الطول هذا منها من هاي النقطة ل هاي النقطة. شنسميها؟ W. والنقطة منا لهنا شنسميها؟ سميها P. بس إذا أنا أخذت بس جزء واحد يعني نص دا. كانوا أنا قسمت. قسمت بالنصف. قسمت الشكل بالنصف. فش صار قدي هنا؟ صار عندي W على 2. وش صار عندي هنا؟ صار عندي P على 2. هاي اللي هنا غسم إن شاء الله يكون واضح. هاي بها حالة Heist Point ليش أخذتها زاوية سبعين. فش قلت هنا؟ وين الثية تتساوينا سبعين. فحالة شن هو Heist Point. إذن. أدي ش أستخرجاني؟ الوزن عدي والزاوية عندي. شون المجهول؟ المجهول P. ش راح أقول هنا. أقول شون أستخرج ال P؟ أقول. التان الزاوية. هذا التان. من أستخرج التان. تذكرون بالرياضة تعرفون بالرياضية. إنه مقابل على مجاور. التان مقابل على مجاور. المقابل هاي الزاوية. المقابل جئت. W على 2. مجاور جئت. P على 2. فح يكسر عدي. تان الزاوية. مقابل. W على 2. الاثنين. مجاور. P على 2. فالثنين وياثنين تختصر. ما ش راح يسألي. W على P. أنا رأيت ال P. لأن الزاوية موجودة عندي سبعين. والW موجود عدي. مجاور ضربتها بالتعجيل. فإذن ال P. ش راح يسألي. W على تان الزاوية. إذن ال W شن هو؟ أنا ما استخرج وزن. استخرج شن هو؟ قوة. إعجب القوة هنا. حتى اتعامل إياها القوة. فاللي هي هادي. استخرجتها هناك. فسألات تقدر تنزلها. وتقدر غرسها جوة تضرب هينا. ألف و ثلاثمائة. في تسعة 21. بعد تبه تعجيل القارضة. على ثاني الزاوية استخرجت. قيمة القوة اللي موجودة عندي. بحالة الزاوية. اش قدrowater? إ전 Ling Wasswords. أوكي. نفس الفكرة. نفس الرسم. انا يا انزل. لكن اش قد عدي الزاوية 15. فاذا اقول وين الزاوية عادي. وين الثياتة لساوية. اللي هو تان الزاوية شخح يسدي W على ثنيا على P على ثنيا الاثنين والثنين والثنين تختصر فشخح يسدي W على P اوكي اذا ال P W على تان شنوى الزاوية نفس الحالة مجرد عمليات الرياضية طلعت ليش قد قيمة القوة شوفهنا لانتباح القوة هنا هاي القوة اربعة الاف ستمية واحد واربعين بش قد بوينت سبعة نيوتن بينما هنا صاعات سبعة واربعين الف خمسمية عربعة اذا القوة بحالة الزاوية خمسطعش اكبر من القوة بحالة سبعين فغاح يسبب لي شنوى؟ راح يسبب لي اجهاد عالي عليمن على بحالة الزاوية خمسطعش اذا فش راح اقول اكبر قوة يعني اكبر قوة عديش قد هذي اللي انا استخرج لها باتش قد زاوية اات خمسطعش درجة بعد ما عرفت القوة اللي اشتغل عليها بحالة الخمسطعش درجة هسه ش راح احسب التنشن راح نحسبها بسهولة يعني ما اجي سوي مقاطع ريكشينات وكذا واحسب تنشن الاتنشن راح نحسبها بسهولة الاتنشن هذ ه هو وتر if tension هو عبارة عن وتر الوتر عان شون استخرجه بغيه الآيات؟ الوتر استخرجه من شنو قانون السين یش قانون السين؟ اقدر استخرجه بقانون الكوسين ما ما كوا مشكدي انا استخرجت القوة ما ثاني اما كوسين؟ فش راح اقول الوتر يساوي؟ عفوا او اقول السين يساوي شنوه؟ السين سين الزاوية اش راح يساوي لك مقابل على وتر سين الزاوية مقابل على وتر إذن ساين التزاوية مقابل إيجاد هو تبدو على ثنين على الوتر اللي هو سميتها تي اللي هي تنشن مو يعني لسبالكم تورك لا تنشن قوة شد شن المجهول عدي التي إذن التي تساوي لدى بلو على ثنين تباها هي ثنين وسطنا بطرفين صارتها ثنين في شنوى ساين الزاوية نزلت المعطيات طلعتها يجي واحد يقول لا أنا أستخرجها بقيانون الكوساين شرح أقول كوساين الزاوية شي ساوي مجاور فاشغح يصير مجاور بي على ثنين على شنوى تي البيان استخرجتها فاشغح يصير عندك التي عصير عندك بي على ثنين كوساين الزاوية بي على ثنين كوساين الزاوية طبقوها تي يومكم يطلع لكم منفروض نفس الناتج مع التنشن هسا اللي هنا أنا أوكي طلعت التنشن راح يفيدني بعلاقات بعدين أنا راح هسا راح نشوف تكملة الحل هسا الستريس هو قلنا قوة على مساحة إذن القوة على مساحة قلت باي على أربعة دي آر تربية إذن أنا أريد الدي آر هنا أنا دي آر تربية شي ساوي لك ليش أريد الدي آر أنا أستخرج من عدها شنوى بعد الدي فهي دي آر مننا وسطنا بطرفينش طلعت لي دي آر تربية شي ساوي لك أربعة بي في باي في سيجما للتي نكمل حل هسا أنا أريد هادة شي يقصد بها السيجما للتي زين أنا مين أجيب السيجما عندي مجاهيل مين أجيب السيجما شوف ش مطيني بالسؤال مطيني قايل لي أنه ألف نوع نوع التصنيع عمالتي عشرة آلاف وخمسة وثلاثين هوت رولد كاربون ستيل أجي هنا من هاي الملاحظات بما شرح أقول أقول أي تسعة اللي هي المنهذا إذن عدنا شنو جديد شنو اسمه عنوانه أي تسعة هاذا وين موجود موجود بنهاية المنهج تخلي قوح نشوف أي تسعة أعتقد هاي الجداول هاي هاي البي اللي جهنا هذا اللي هو هذا علم خصائص شوف تشوفون أي واحد أي ثنية أي ثلاثة إلى شنو أي تسعة الأي تسعة أبوعة هنا أقرأ هذا علم من يقل لي النوع التصنيع هو قايل لي بالسؤال نرجع للسؤال دي يقول لك شنو نرجع هنان بياجة دول أي تسعة خلي نشوف جدول أي تسعة لمدة عرف ناخذ القراءات مالت إذن هذا أي تسعة نجي لهنان هذا أي واحد نعبغي ثلاثة أي أربعة أي خمسة أي سبعة أي تسعة هذا الأي تسعة اشقد مطيني مطيني ألف وخمسة وثلاثة هات رولد عفوا ألف وخمسة وثلاثة أجي هذا المطنيا هيا غال오 quedar ألف وخمسة وثلاثة هذا ألف وخمسة وثلاثة ما مطنيا هوت بحالة الهوت أوكي بحالة الهوت إذن حالة الهوت مالت قال ما نريد أريد تنسائل يلد تنسائي يلد اللي هي نفسها شنوي السيجما Oكي التنسائي اليولد اللي هي السيجما للتي فاش قد قيمتها انا اريدها بالميجا باسكال عنhof احولها المن للكيلو اهنا مطينيا هذي التنسائي اللي مطينيا مرت بالكيلوكاي عفونOMa 명طينيا بالميجا باسكال انا راح اخذه بالميجا باسكال عن حولها للكيلو نونتين ساجق سهل عمليات التحويل هو نفسه راح يصير 276 خلينجي نشوفوا الحل فقلت من الجدول هذا أخذت السيجما التي هي 276 ميجاباسكال اللي هي بعملية التحويل هي نفسها 276 نيوتن على مليمتر تربية اللي هي شنو هذا قلنا تنسال ييلد سترس إذن بما أنه أنا استخراجت هذا التنسال اللي عرفتها من الجدول عن طريق المعطيات الموجودة عدي بالسؤال طلعتنا الدي آر طلعنا الدي آر إذن الدي آر حسب القانون اللي أنا استخدت إذن الدي آر شنوه نزلت المعطيات مالتي إذن الدي آر تحت الجذر هاي القيمة طلع علي 14.82 طلع علي 14.82 آني شنوه شنو عدي عندي ايزو بالسؤال مطيني ايزو فأروح شخص أقول طلعت الدي آر إذن أقول from table 15 ايزو أروح سنرجع 15.2 آآ آآ شوية الفيديو يعني صار طويل بس يعني آآ دعا حاول أستعجل بالشرح سي المادة عني تتطلب 15 قلنا 15.2 أوكي هذا 15 هادر 15.2 آيزو شنو عدي خلي نشوف الدي آر آآ شكت قيمتها 14 14.82 خليتجي نشوف الدي آر هنا 14.2 وثماني هاي الدي آر مينار زي ميتر يعني أنا كان استخدرت مينار زي ميتر آآ بما أنه آآ 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 يعني آآ آآ يعني يقول بما أنه هذا السكرو متعرض إلى أجهادات قاس وأجهادات يعني وغيرها إذن راح أقربها للأعلى فإذن أقرب قيمة إلى هذا الرقم هو 14.93 اللي هي نفسها القيمة ووجودة وين بالجدول 14.93 90 شنو أريد أستخرج من عندها؟ أريد أستخرج البي فالبي فالبي جقدر عدي البي عدي نجي 2.5 إذن وين ها هذي؟ إذن البي اللي هي البي اللي هي جقدر 2.5 ليش؟ هسا تقدر تقول الدي ميتر اللي هو يطالبها بالسؤال 18 وخلاص ينتهي الحل اللي هي الدي ميتر اللي هي ميجر دا ميتر لكن أنا أريد عمليات رياضية تكون أسهل هم تفتهم الفكرة وهماتين تعرف أنه أنت يعني تعلمت الحل بصورة صحيحة المفروضة أنا أريد أن أقول الدي إذن الدي تساوي 18 لا أنا أش راح أستخدم القوانين اللي إحنا تعلمناها بالبداية اللي هي ماتل الآيزو اللي هي الدي آر يساوي لك الدي آوت ناقصاً هاي القيمة فيها إذن بهاي علماً للآيزو إذن الدي آر موجود عدي دي آوت أنا أريدها ما غيرت نسميها دي والبي عدي إذن طلعت القيمة إذن قد طلعت القيمة سبعة طعش باع نزلت مجغد نزلت المعطيات إذن القيمة طلعت سبعة طعش بوين تسعة تسعة سعبعاً أنه تعرف أنت شغلك صحيح هاي مو نفسها اللي 18 إذن هاي نفسها قريبة كلش كلش قريبة على 18 إذن هاي هي ثمنتعش إذن أنا حال لي صحيح أوكي هاي لثمنتعش بعد شنو أريد أريد الدي بي دي بي ليش اجي استخرجها اذا استخرجت الدي بي لان احتاجها اوين اه بقوانين شنو الاختبار ما للفور لان انا عدي قانون التال لمده اشي سوي لك الليد على باي تي بي فاذا استخرج الدي بي ايضا عن نفس القانون طلعت الدي بي ستعاش بوانت ثلاثة سبعة ثلاثة اقدر غاشوفها بالجدول اه اه داي متى اه ما عدنا هنا انا الدي بي هاي عدنا ما عدنا الدي بي اذا راح استخرجها اضطق استخرجها اذا اوكا دي بي استخرجتها بس بحالة اني يقل اختبرها او لا هو ما قال لي بس لازم انا اختبرها انه هذا اه ينجح لو ما ينجح بالحالة الاولى اه اه ادي بحالة شنو قبل الاختبار قبل ما ااخذ الميو قبل عمليات الاختبار لازم اطلع الزاوية اذا الزاوية شنو قلنا قانونها التان لمده ليد على باي تي بي اللي جي احنا سميناها ال ال وال ال الميل جايتني من ان في البي اوكا ال ال من ان في البي ال ان الان الذين عدنا يقصد عدد الاسنان اه 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 هنا بهذا هنا ملاحظات موجودة قسم موجودة اهننا ال لكن انا هيا حطك معكم ايها الان هي عبارة اما ثلاثة اما اثنين اما واحد اني اخترت عدد الثروس على مدر يصير اقوى يعني اعتمدت انه هذا الاختيار ما تكون اقوى فاعتمدت عدد الاسناري بكل انشي جدت او بكل ملي متر جدت اثنيا فقلت الان تساوي اثنيا اكو واحد يقول لا انا راح استخدم ثلاثة اوكي استخدم ثلاثة راح اطلع القيمة مختلفة لكن اختلاف مو كلش تبير فقلت عدد الان هي اثنيا والبي انا جبتها اوكي فطلعت اللمدة قيمة التانق طلعتها كقيمة اوكي او بونت تسعة سبعة وثم حالة الاولى هو شغل اتقلي بالسؤال نرجع السؤال يقول لك بالحالة الولى وبعدين رولنج فراكشن نجي بحالة اليسلايدنج فراكشن اذا ان بعد شغل الميو بحالة مول اللي رولنج خمسة عشر سلايدنج شنو اذا الي ميو اشتساوي اكبر عو تساوي هذا القانون تذكروني ببداية المحاضرة ببداية عفونا الشرح اه تان شنو لمدة اذا هاي اشجد او بونت اخمسة عشر وهذا التان لمدة اشجد حسبتها اذا هاي طلعت اكبر من هذي بحالة اه فاشجد طلعت لي اذا شنو هاي النقطة الاولى النقطة الثانية قد يقولي بحالة الروولنج اشجد عندي لميو او بونت او اثنين اذا ال او بونت او اثنين هي مو اصغر من او بونت او تسعة سبعة فاش راح يصير ادي باك درايفنج اوصل لكم الفكرة ليش صار عندي باك درايفنج انتو عدكم سيارة وعندي الجيق ما لسيارة يصير انا استخدم للجيق بوربارين زي انا ارفع السيارة ما ريدها ترجع اخو اذا استخدمت بوربارين ترفع السيارة بس مجرد توخر الاسبان عنها تنزل تهبد السيارة توقع اذا ما استخدم بوربارين اذا انا شنوى منطقي وحدش صحيح والحل ما لدي اشكال بي اوكي فاستخدمت شنوى بحالة روليك راح يصير عندي فشل راح يرجع راح يرجع يوقع الشسمة او فون الجيق ما لسيارة يوقع ليش لان هذا عملية الاحتكاك كلش قليلة صارت عندي الزاوية اكبر من الاحتكاك فنزلت نزل راح تهبد السيارة راح توقع وصير عندي فشل بالجيق فما يستخدمون روليك بالجيق يستخدمون سلايد على موقع ما ينزل الجيق من انت توخر الايدك عنه بعد هسه راح استخدم راح استخرج يقول نظرية الفشل باستخدم نظرية الفشل نظرية الفشل تقول الآن السيقما اللي انا راح استخرجها تكون لازم اقل من السيقما اللي مطنياها بالجداول اللي انا الستاندرد اللي انا استخرجتها قبل شوية من الجداول فشون استخرج السيقما اعدي قانونها قلت لكم قانون السيقما شي ساوي دعاءة اربعة في T اذا من الياه يسبب لي السيقما سيسبب لي مو التورك ولا القوة سبب لي عمليات الشد اللي هي بالاذرعة اللي هي هاذى افن هاذا عملية الشد هي هي عاملية السيقما باندنج يعني فجيت اربعة نفس القانون اربعة بدل ما اقول في P اقول في T نزلت عندي القوات الشد اللي استخدموا قدرت لكم راح تفيدنا نزلتها على الدي ار انا موجود عندي طبعتش قد عندي القيمة مية واربعين زين اجي اقارنها اقول باستخدام نظريات شنو الفشل اه اللي هي اه بروبر فيلر اه ثيوري نظريات الفشل شو تقول طبعا تقدون يعني تبحثون عنها بالانتغنيات واللي اه يعني اه ما فهمها اه عفوا اه اللي ما فهم نظريات الفشل او اللي عنده مشكلة او اه ما فهمها بالانتغنيات تخلي اه يراسلني او يكتب لي بالتعليقات او يراسلني على التليجرام فنظريات الفشل هي انو واني لازم استخرج السيجما لازم تكون اقل من السيجما اللي موجودة عدي بالستاندارد اللي مطنياها حسب نوع المعدن المستخدم او التصنيع مالتي قلت انو هذي السيجما اقل من هذي اجي اباوع اش قد عدي السيجما التي من التايبل اي تسعة اهي اي طلعتها من هنا استخرجها اذا واش قد استخرجت السيجما واحد شو تسميتها تقدر تسميها سيجما بيندك استخدمها سيجما واحد فاذا هذي سيجما مية واربعين وهذي اه ميتين وستة وسبعين اذا بهاي الحالة طلعت لي انو اه يعني ما عندي مشكلة بالتصميم اوكي منطلع لي السيجما اقل من السيجما السافتي اه من سيجما الستاندارد اذا ما عندي مشكلة بالتصميم اللي كتبنا شنوه ديزاين سيف او عندي قانون الفاكتر سيفتي اللي هو هذا القانون انو انا استخرج عندي اطبق علاقة تقول انو السيجما التي على السيجما الواحد اللي سيجما التي الستاندارد على اللي انا استخرجها لازم تكون اقل من عفوا اكبر من واحد هذي جد ميتين وستة وسبعين هذي مية واربعين من اقسم اش راي طلع لي واحد بوينت ستة رسعين اذا هي اقل اعفوا اكبر من واحد اذا شنوه ديزاين سيف بالسؤال اش قايل لي قايل لي انو اهمل التورشنال و اه يعني هذي نقلقت اه اكسيال والتورشنال لكن شي قلي يقلي استخرج لي شير اونلي شير سترس اونلي اذا شير سترس اجي قولوني شير سترس قانوني شير اف على اي اس الاف ما عند مشكلة موجودة اي اس تذكرون من قلنا اي اس انا المرة راح استخدم للبرغي كله ككل فقانون اي اس اني مثل ما شرحنا قبل شوي هو باي دي ار في اه دابلو اي في البي بدون نت راح استخرج بس للبرغي اني القص راح يصير بالبرغي ما يصير بالنت راح يصير بالبرغي القص فاذا نقول خمسطعش خمسة اللي هو نستخرج الدابلو اي شنو نوع ادي ايزو خلنا نروح جدول اه خمسطعش اه خمسة اه خمسطعش خمسة يا نوع مطنية ايزو هذا القانون ما للا اي اس شنو احتاج دابلو اي اذا وين دابلو اي هذي دابلو مينر ليش اخذت هذي لان انا دا استخدم البرغي مو البرغي والنت برغي والنت هذي يعني الكل انا دا يصير عدد قص وين بالبرغي قلنا فالبرغي انه دابلو اي يعني المينر مو الميجر المينر اذا نجد او بوينت ثمانية هذي عفو هذي بوينت او بوينت ثمانية مين اخذتها من كلمة ايزو لانه هو مطنية نوعه ايزو نرجع للحل اذا فقدت فروم تايبل خمسطعش خمسة ايش قدد دابلو اي او بوينت ثمانية اذا التاو شاح الساوي لالاف انا استخدم موجود عندي القوة اللي هي نفسها البي خاف واحد يعني يشتهي بس انا كتبتها اف لانا عندي بي هنا انا مد من تشتبهون بي انا هاي البي الفوق والبي اللي بالمقام فهاي البي هي قوة وهي البي اللي هي البيتش فنزلت القوة نزلت المعطيات الباقية طلعت لي قيمة او قيمة التاو بهاي الاسيرة هذي قوة القص اللي موجودة عدي راح سبب لي اياها للبرغي اللي هنا ان شاء الله يعني خلصة المحاضرة مالتنا اشتركوا في القناة